هنروح على كرة اليد ولكن السيدات كان عندنا مباراة مهمة مع المعادي في بطولة القاهرة يمكن الدولي توقف شوية بطولة القاهرة قلت لك طب خلاص اخد في الفترة دي بطولة القاهرة كان ماتش يعني فريق المعادي فريق محترم ولكن الحمد لله فرقيتنا قدرت بشكل كبير انها تحسم اللقاء 40-17 المباراة كانت لعب على صلاة الامير عبدالله الفصل انبارح بمقر نادي الاهلي بالجزيرة الشوت الاول خلص 17-9 ويمكن هو الشوت الاول اللي حسم اللقاء فرقيتنا فيها مجموعة جيدة جدا من اللاعبات وبالمناسبة النهاردة ضيوفنا سواء روان او منا متساعدين كمان للفريق الاول لكرة اليد سيدات وبشاركوا معهم يمكن كابتن يحيى يوسف ادام خبرات كبيرة مع الفريق الاول وده اللي ساعدهم مع المنتخب ان احنا نحصل على تاني افريقيا ونصعد الى كأس العالم هنروح للسلة السلة عندنا ازمة كبيرة ازمة في الاصابة الحقيقة منتخب مصر لما اتجمع في بداية هذا الشهر او في بداية فبراير يعني هو اتجمع بالزبط في بداية فبراير الدور يوقف وتجمع المنتخب ضم سبع لعبين من النادي الاهل انضموا لمعسكر المنتخب للأسف اربعة منهم رجعوا مصابين للأسف اربعة من اللي راحوا السبع اللي راحوا مع منتخب مصر رجعوا مصابين طيب مين اللي رجع مصاب عندنا عمر طارق اصاب هناك في السنغال عندنا سيف سمير اتصاب في المعسكر بشد عندنا عبدالله ناصر اتصاب في المعسكر ايضا وعندنا عمر عزب اتصاب بكسر فيه انكر رجله اربع اصابات صعبة طيب التلات لعيبة الباقيين سواء عمر الجندي او هاب امين او عمر زهران رجعوا مبارح من السنغال مستر اجوستي ادهم تدريبات خفيفة بس لاستعادة الاستشفاء لانه طبعا مدرش ديوم راحة سلبية لانه دخلين على الجد وانه لكم الجد ايه اشتركوا في القناة